أعمدة الدخان شكلت سحابة حجبت شمس ولاية خنشلة التي تشهد منذ الرابع من يوليو حرائق تهدد أكبر ثروة غابية في البلاد تسخر بأشجار نادرة تتميز بها الجزائر كشجرة الأرز الأطلسي كلما صعدنا في مسالك جبل عم مونة الوعرة تكشفت لنا الأضرار الجسيمة فالحرائق التهمت أكثر من ألفيه كتار من الغابات بالاقتراب أكثر ستقف على حجم الحسرة التي تحس بها عائلة حراث بعد هلاك هذا البستان الذي كان حلما انتظرته العائلة منذ واحد وعشرين عاما الأشجار لم يعد فيها ما يصرح كلها لم يعد فيها شيء يصرح القانوات كلها ذابت ما لكم أن تشاهدوا هذه قنوات نعم هذه كلها قنوات ري ذات النظرات الحزينة لم تفارق ملامح هذا الرجل الذي يروي لنا بحرقة كيف داهمت النيران منزله وأحرقت مؤونته عندي مئة بلات بن وعندي واحدة شرين خونتاريا شعير تحرقوا لي راحوا وعندي اللوحة تسمت سيجي سيجفتها القلاجات هذا السقف تحرق كامل انتشار ألسنة اللهب في أربعين بؤرة متفرقة وبمناطق يصعب الوصول إليها جعلت الحماية المدنية وأعوان الغابات عاجزين عن إيقافها رغم تحرك ستين رتلا متنقلا من سبع ولايات مجاورة لخنشلة وطائرتين مروحيتين قامت مصاحة المدنية بإخماد أربع حرائق بنسبة 100% إلا أن هناك حدثت حرائق أخرى في كل من تغزوت وقرن الكبش وإرزولاغ الغابة هي كل شيء بالنسبة لأهالي خنشلة الذين ضربوا المثل في روح التضامن بتخصيص مئات الوجبات وآلاف قارورات الماء البارد فضلا عن مساعدتهم في إخماد النيران بوسائل تقليدية مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر رافقتهم فيها كاميرا الغد للوصول إلى أعلى القمم نتال بالسيد الرئيس الجمهورية والقائد العدد للقوات المسلحة ونناشد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي وقائد الناحية العسكرية الخامسة بإعلان حالة الطوارئ القسوى في هذا جبل الأوراس دورة حياة شجرة الأرز الأطلسي المعمرة في جبال الأوراس انتهت في رمشة عيل كرماد تتناثره الرياح واندلعت الحرائق لأول مرة في غابة أولاد يعقوب وانتشرت في عين ميمون ببلدية طامزة وإسومار وبحمامة وصولا إلى شيليا وقايس فالنار لم تترك أي مكان بجبال الأوراس الأشم وغاباته المجاهدة التي كانت بالأمس حصن الثورة المتين الشهد على إطلاق أول رصاصة ضد المستعمر الفرنسي وها هي اليوم تحترق في الذكرى التاسعة والخمسين لاستقلال الجزائر كريم قندولي قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر